اشتركوا في القناة التعليم الاجتماعي اللي قدمته الكنيسة إلى المؤمنين وإلى كل إلى كل إنسان اليوم وأخيرا وصلنا إلى الكمبونديوم الذي صدر عام 2005 وبعد ترجمة هذا الكمبونديوم إلى اللغة العربية اليوم الإضاءة على ما يحتويه من تعليم للكنيسة بكل ما يتعلق بهذه الحياة الزمانية بيشرفني وبيسدني أن يكون عم بيستضيف ضمن هذه الفكرة الدكتور يوسف كمال الحج وهو عضو حركة عدالة ومحبة التي أوكلت إليها مهمة هذه الترجمة وإصدار هذه النسخة باللغة العربية. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا فيك. تسلم. خلينيك. يعني اليوم لما نقول هالهيك هالاسم كومبونديوم وهالاسم التقيل. شو بيعني وشو بيحوي. كومبينديوم بيهوي اسم لاتيني بيعني أقرب كلمة عربية لإله هي كلمة مجموعة. ها. في حتى بيستعملوها ببعض الكتب الإسلامية مجموعة أصول الدين. نعم. مجموعة أصول الدين. يعني موجز جامع مانع بس كامل. لكل شي معين. يعني ببحث معين. وصول الدين. هوني تعليم الكنيسة الاجتماعية. نعم. لما نحكي بهالتعليم للكنيسة الاجتماعية اللي مر بعدة واللي كان عم ينطرح من خلال عدة رسائل باباوية وإرشادات باباوية من رسالة ترقي الشعوب للبابا بولسيس بولوس السادس. لشؤون الحديثة. اليوم كان بالألفان وخمسة جمعت كل هذه الرسائل. هل فقط هذه الرسائل أم أضيف لألا هذا التعليم الجديد للكنيسة بيئة الموضوع الاجتماعي؟ صحيح هذا. هذه خطأ شائع أنه نعتقد أنه هو بس اختصار للرسائل الباباوية. رسائل الباباوية بتشكل جزء كتير مهم. لا شك. ولكن نحن نحكي بتعليم الكنيسة منذ الأباء. منذ أباء الكنيسة حتى اليوم. نحكي عن الكنيسة الجامعة. ونحكي بكل شيء أصدره الباباوية وغيرهم. والمجالس الباباوية في مواضيع تتعلق بالثقافة السياسة. الابتصاد. الاجتماع. بناء السلام. البيئة. حقوق الإنسان. حوضي كل هذه المسائل الزمنية. وهو الكتاب صدر بالألفان واربعة. ألفان وخمسة هي صدور الترجمة الفرنسية. هو صدر بالألفان واربعة باللغة الإيطالية. اللي هي لغة الأصل. اللي بده يرجع للواحد في حال صار فيه إشكال. ومع الترجمة الإنجليزية. صدر وصلا. بعدين صدر الترجمة الفرنسية. بعدين الإسبانية. وإلى آخرية. كذا ترجمة. وصلنا للترجمة العربية. ونحن الحقيقة بلشنا من زمان بالترجمة العربية. وخلصناها قبل بكتير من الألفان وتساطاش. يعني تاريخ إطلاق الكتاب. لكن صار فيه شوية عوائق لوجستية بالنسبة لطباعة الكتاب وإلى آخر. هي هذا الشيء أخر شوية. نعم. لما اليوم نتناول هذه القضايا الاقتصادية الاجتماعية. اللي ذكرتها السياسية الثقافية البيئية. يعني اليوم هذا الشأن بحياتنا الزمانية. اليوم الكنيسة عم بتقدم هذا التعليم لكل هذه النواحي. أدي اليوم هذا التعليم هو ليومنا. وكأنه هذا التعليم فيه تأوين لهاللحظات. لكل اللي عم نعيشه اليوم. أو هذا التعليم فينا نقول أنه يجب أنه يرجع. نعيد قراءته. نعيد سياغته. ليكون عم بيلاقي أكتر واقع اللي عم بتعيشه الشعوب اليوم. سؤالك كتير مهم لأنه هو سبب إطلاق تعليم الكنيسة الاجتماعية بكومبنديوم واختصاره بكتاب واحد. هو هدف الأنجلة الجديدة. يعني إعادة تأوين البشارة المسيحية طبقاً لتغيرات العالم الزمني. يعني مش أنجلة مستعادة. أنجلة جديدة. طرقها جديدة. أهدافها جديدة. أتواقها جديدة. ولذلك بحد ذاته الكنيسة يتأوين. متأوين. إذا بدك. مش تعليم كلاسيكي جامد. رجعنا استرجعناه هيك من المحفوظات. نفضنا الغبار عنه. نفضناه جامعناه ندفي. لا بالعكس. بالعكس تمام. على كل حال يلي بيقرأ الكتاب. والكتاب لا يقرأ دفع واحدة. بدك تقرأ فصل فصل. ومرة تستسني. يعني تختار أو تستصفي شأفة من فصل بموضوع معين. نعم. هل هذا التعليم اليوم بيحمل مبادرات عملية؟ طبعاً. أو هو فقط يعني اليوم كعقيدة، كمبادئ، كقيم، كفضائل؟ لا لا لا. بالعكس بالفصل الأخير منه في كتير مبادرات عملية. وعلى كل حال البابوات عم بيتابعوا يصدروا الرسائل ذات التوجه الاجتماعي من بعد صدور الكمبانديوم. يعني اللي لازم يصير بعدين بعد فترة طويلة يمكن. هو أنه نكمل الكمبانديوم ونزيد عليه كل التعليم الجديد التي صدرت منذ 2004. نعم. هالترجمة اليوم إلى اللغة العربية اللي صدرت بال2019 اليوم وعن حركة عدالة ومحبة. ليه الحركة هي اللي استلمت هذه الترجمة؟ وهيكي ممكن هالميزة اللي بتجمع كعلمانيين وكأساقف بها الحركة. وإطلاق كان ببركة وحضور كمان يعني أصحاب الغبطة بطاركة الشرق. هايدي حركة تأسست بالهم بهم نشر تعليم الكنيسة الاجتماعي. قبل ما يكون فيه حتى قبل ما يكون فيه كومبانديوم يعني. وعملت كثير نشاطات ونشرت تعليم الكنيسة. رجعت ترجمة الرسائل البابوية ذات التوجه الاجتماعي وحدة وحدة. مرت ترجمتها بشكل مختصر مع مؤدمة صغيرة. ومرات كنا نعمل أبحاث طويلة عريضة يعني ناخد رسالة ونعمل بحث طويل عريض. مين اللي أطلقها شو كانت ظروف أطلاقها إلى آخره. نعم. لذلك فيه إذا بدك أدبيات كتير طلعت عن حركة عدالة ومحبة بتعليم الكنيسة الاجتماعي. وقت اللي طلع الكومبانديوم ارتقى مجلس البطاركي والأساقفة أنه يوكل حركة عدالة ومحبة بسبب اختصاصة بالموضوع وسبب قبرتها بالموضوع أنه هي ترجموا للغة العربية. ومثل ما حضرتك تفضلت وزكاة الحلو بحركة عدالة ومحبة أنه بتضم أساقفة وكهنة وعلمانيين. وبيشتغلوا كفريق عمل يعني. بشتغلوا كفريق عمل. هيدا الكنيسة يعني اليوم بكل أعضاء. هيدا تماما صورة كتير حلوة يعني حركة عدالة ومحبة صورة كتير حلوة للكنيسة مثل ما نتمنىها. حلو. دكتور يعني اليوم دايما نرى هذا التعليم بين دفتين الكتاب. ولكن أن ينتقل إلى برامج على أرض الواقع. برامج في الرعاية في الأبرشيات في الحركات الرسولية. برامج تربوية ورعوية. كلنا منقول كلنا منقول بعد فيه بعد كبير. مين برأيك اليوم اللي بده يبادر حقيقة إلى تجسيد كل هذا التعليم على أرض الواقع اليوم؟ نحن قلنا هالشيء يعني أولا الكتاب زيته قال أنه لازم يفوت ببرامج تنشئة الإكليريكية بالبرامج الجامعية بيصير بمقررات الثقافة العامة بالجامعات. حتى يفوت على الثانويات يعني حتى على التعليم الثانوي لأنه تعليم الكنيسة الاجتماعية بيسؤل شخصيتك وبيعطيك وضوح وبيعطيك بعد كمسيحي لحتى تعرف كيف تواجه القضايا الزمنية. لأنه القضايا الزمنية قضايا شائكة ومعقدة وبدك تعرف تاخد مواقف وإنت كعلماني مثلا خصوصا للعلمانيين هالتعليم مفيد لأنه العلماني مرت عليه ياخد مواقف ما بيخدها الإكليروس. الإكليروس يعني ما بيفوت بالتفاصيل ولكن العلماني وجبات يفوت بالتفاصيل لأنه مشروع الأنجل الجديدي مشروع البشرة للعالم للعالم المعاصر مسؤولية الطرفين وكل واحد عنده الكريس ما تبعه وكل واحد عنده المواهب الخاصة فيه لا حتى يقدر يوصلها الحقيقية. لذلك بده يعني بده فكر بده تنضيج فكر عند العلماني وهذا شيء ما بيتقتم للبرامج المدرسية وحتى البرامج الجامعية. هادي بده واحد يفوت بهالفكر كله ويجرب يربطه بالفكر الزمني يلي هو غير بابوي حتى مثلا إذا كان واحد مروني يجرب يربطه بالفكر الكنيسة المرونية بهاللمجال لأنه فيه بطاركي كتير عطيه رسائل بهالموضوع عبر التاريخ إلى آخره يعني. يعني فيه شغل خاص بده يعمله القارئ على نفسه من بعد ما يقرأ. نعم. ها أنه يكون لحاله المنظومة الحقيقية الفكرية اللي بتنادي فيها الكنيسة تيساهم بورشة الأنجل الجديدة. نعم. دكتور حج يعني هالكومبنديوم هو متوجه ويتوجه إلى كل إنسان. كل إنسان مش بس المسيحيين صحيح. ولكن اليوم يعني هيك اللي قاله المطران بستروس بإطلاق هذه النسخة بلداننا في الشرق الأوسط عامة وفي العالم العربي خاصة كثيرة التدين لكنها قليلة الاحترام للإنسان. ولكن يسوع المسيح قد علمنا أنه لن نستطيع الوصول إلى الله إلا من خلال خدمة الإنسان. ده اليوم يعني فعلا هالمجموعة من التعليم قادرة تكون عم بتلاقي الأرضية لهذا الآخر اللي منه مسيحي أنه يكون عم يقراها وعم يمكن هيك يقراها ويشوفها التشابه يمكن بيدينه وبطيفته فعلا يكون هيك منفتح على هذا التعليم. صحيح هو يعني أهداف الكتاب متعددة. طبعا للمسيحيين بتعطيه الوسائل الأدوات المناسبة. بتدعم هالحياة الاجتماعية. هاي دي طبعا. بعدين بالنسبة ل مع أنه هذا تعليم الكنيسة الكاتوليكية الاجتماعية ولكن عنده بعد مسكونة وكل مسيحي يرى فيه مرآة للتعليم يعني اللي هو يؤمن فيه وبيقدر يسترد عليه. بهال إطار فيه نقول بكل موضوعية طبعا أنه الكنيسة الكاتوليكية متقدمة أكتر من غيرها من الكنيس ببلورة التعليم الاجتماعي. والكل بيقدروا يستفيدوا من الكنز. هذا مش كنز للكاتوليك بس. بعدين في عندك البعد الأدياني. الأدياني يعني حوار الأديان. كل المؤمنين من الأديان السماوية كمان بيقدروا يشوفوا حالهم. يشوفوا دينهم حتى يشوفوا مباديهم بهالتعليم هذا. وحتى البشر ذوي الإرادة الصالحة يعني غير المؤمنين. ولكن عندهم الإرادة الصالحة أنه يبنوا الخير العام للأسرة البشرية ويحترموا كرامة الإنسان. حتى هؤلاء بيقدروا يشوفوا حالهم بهالتعليم. الواحدين يلي يمكن ما رح يشوفوا حالهم بهالتعليم. هن يلي طبعا لا فرقني معهم كرامة الإنسان ولا فرقني معهم الخير العام ولا فرقني معهم السلام وفرقني معهم مصالحهم ومنافعهم وكذا. هؤلاء أكيد ما رح يلاقوا حالهم هؤلاء. أما كل الفئات التانية بتلاقي حالة بهالتعليم وهذا ممكن يشكل الأرضية الصالحة لتضامن بشري عميم بكل الكرة الأرضية في سبيل إعادة بناء عالم عدالة وسلام ومحبة وحرية. نعم هل فكرتوا يعني اليوم كحركة عدالة ومحبة أيضا بناءل هذا التعليم أكتر يمكن لجيل الشباب ويكون عم يحكي لغة لجيل يمكن لأنه اللي بده يقرأ هذا التعليم بده يكون على هيك مستوى معين من الثقافة أو ممكن يعني كيف نخاطب اليوم الشباب بهذا التعليم إن كان يمكن عبر تطبيق إلكتروني إن كان يمكن هيك تنحفز اليوم على هذه الكراءة والمبادرة للتطبيق. في فكرتك حلوة أكيد وفي مجال عمل كتير كبير بهالمجال ونحن بصدد التعاون مع شباب طبعا نحن بحركتنا فيه كمان شبيبة خصوصا شبيبة الجامعية لنشوف بأي طريقة فينا نعرض هالتعليم بشكل مبسط بعد أكتر بشكل مخفف بعد أكتر ببس نقاط عامة كبرى محاور كبرى والأمل هو إنه تدعمنا المؤسسات التربوية لأنه نحن متما نشرناه بالبرامج متما صار بالبرامج ونعرض على طلاب الجامعات وعلى تلامسة المدارس أكيد بنقدر نخطي خطوة كتير كبيرة بهالاتجاه. نعم دكتور يعني اليوم من خلال هالزبدة هالخلاصة هالمجموعة اليوم بهالتراث الكنسة عبر العصور. اليوم إذا بدنا نرجع هيك بختام هذا الحوار نرجع نعطي هيك إضاءة سريعة اليوم على أبرز تعليم الكنيسة الاجتماعي لعالم اليوم. يمكن هيك بنواحة عملية وطنية إن كان بالشأن العام إن كان بهالدعوة بالمهنة بالعمل. اليوم هيك كله بشو أساسه؟ شو جوهره؟ شو هالروحانية الي نستمد منها كل هذا التعليم؟ المبدأ الأساسي يلي يصد عليه كل تعليم الكنيسة الاجتماعية هو كرامة الإنسان المطلقة. كلمة كرامة الإنسان. لأنه عن من ورها الكلمة تتفرع مبادئ كتير منهم. مثل احترام الحياة المطلقة. مثل احترام حقوق الأشخاص والجماعات. مثل احترام كرامة المرأة. كل شيء كل شيء. يعني مشاركة الإنسان بالحياة المدنية. الخير مبدأ الخير العام. يلي هو بيعني إنه كل الموارد لازم تكون لخير كل إنسان ولخير كل الإنسان. لخير كل إنسان ولخير كل إنسان. لذلك ما بتستعمل الكنيسة مبدأ المصلحة العامة أو المنفع العامة أو الصالح العام. تستعمل كلمة الخير العام. الخير العام. لأنه ما بدك تحط إذا بدك بناء المجتمع تحت خانة العدالة فقط. ولكن تحت خانة الخير. يلي هو أكبر وأوسع من العدالة. نحن بدنا نستفيد من كل الموارد. مش حتى نؤمن خير الأكترية مثلا. أو خير المتسلطين. أو حتى خير الأصحاء. بدنا نؤمن خير كل شخص. كل إنسان. ومش بس بدنا نؤمن خير كل إنسان. بدنا نؤمن خيره الكامل للإنسان. خير كل الإنسان. كل النواحي. خصوصاً الروحية. خصوصاً الروحية. مش بس خيره الزمن. وخيره المادة. وإلى آخره إنه يأكل وعيش. لا. لأنه بس ويبقى كتير فقير على المستوى السقافي والروحي. هذا الخير بدنا نشرب نعطيه. نعم. وفي كذا مبدأ يعني يتفرع عنه متل مبدأ الإمدادية. بس هوني بدنا نفوت كتير بتفاصيل تقنية. بس هاي دي كتير مهمة لأنه تلهم سير المجتمعات. نعم. الإنسان. تسير المجتمعات في سبيل كرامة الإنسان. وفي سبيل خير الإنسان. وخير كل الإنسان. وهيدا اللي بتعنيه الكنيسة بوقت بتقول التنمية الكلانية. التنمية الكلانية للإنسان. هاي دي هدف كل شيء بالعالم الزمني. إذا ما مننمي الإنسان كلانياً. معناتها تنميتنا ناقصة. ناقصة. بعرف هيك الخلفية هي خلفية فلسفية عندك وأكيد بالعيلة. ولكن اليوم ديها الفلسفة بتشبه أيضاً هذا التعليم. والفلسفة اللي هي لخير الإنسان كمان. اليوم هذا التعليم لخير الإنسان. هيك إذا قراءة ببعض فلسفة اليوم منها. أكيد لا أكيد هي كلها واقفة على أرضية فلسفية. ولكن على أرضية فلسفية إيمانية. الإنسان المخلوق على صورة الله. والمخلوق بفعل حب من الله. هو أساس كل شيء. مش المجتمع هو الأساس. مش النجاح هو الأساس. مش الصحة هي الأساس. الإنسان هو الأساس. كرامة الإنسان. ومنا منقدر نبني المجتمع. ومثلاً كيف تبني السلام بالعالم. فيك تبني السلام. مثل ما اليوم عم نبني السلام. على البطش. على المصالح المشتركة. على الصراعات إلى آخرية. بمعنى إنه الإنسان عم بيصير نوع منهدني فقط. أو توازن قوة. بينما بناء الإنسان السلام الحقيقي. بيبلش من البيت تربية حفيفة على هالمبادئ. حتى يطلع الإنسان إنسان سلام. وهل إنسان السلام بس يستلم مسؤولية. يقدر يبني السلام على أساس الشيء اللي يتربى عليه. يعني العدالة والمحبة والحرية والحقيقة. وإذا ما بتربطهم ببعضهم كله بيفلت. يعني الحرية إذا ما بتربطها بالحقيقة بتفلت. بتبط الحرية. بيصير اسمها تفلت. إنه أنا عم بحكي وما حدا يتعطى معي. لا مش هذه الحرية. الحرية بتكون برتبطة بها. والعدالة إذا مرتبطت بالمحبة كمان. بتصير كتير ناشفة. وما بتوصل لأقصى ما يجب أن تصبوا إليه. ما في غير المحبة بتخليها تطلع أكتر من إطارة. وتوصل حقيقة لعمق الإنسان وعمق كرامة الإنسان. وطبعا إذا كنت مؤمن بتفهم ليش كرامة الإنسان المطلقة لي أنه من الله. على صورة الله. دكتور يوسف كمال حاج أنا بدي أشرك اليوم على هالإضاءة. على هالهيك ممكن مفتنا بغمار هذا التعليم. ولكن على أمل هيك أنه يمكن نفوت نصير هيك بفقرات بحلقات. ضروري. بكل هيك بكل ناحية. دوركم ودورة اليوميار تحديدا بهالقصة كتير مهم. نكون مواكبين أكيد يعني اليوم بهالتربية اليوم عبر الإعلام. نكون عم ناخد يمكن هيك كل ناحية من هالنواحي. ونتعمق فيها ونعرف أكتر هذا التعليم. ولكن اليوم هادي المقدم اليوم هادي الإضاءة العامة. يلا همتكن وإحنا معكن. الله يخليك. أنا بديشرك اليوم على هالإضاءة ودائما على أمل المزيد من العطاء بكل الميادين اللي عم بتقدمها. أهلا وسهلا فيها. الله يخليك وأنت كمان. الله يوفقك. أعزقنا المشاهدين لليوم الثلاثة مع كل ضيوفنا بمختلف المواضيع اللي طرحناها. حان الوقت لحتى نترككم وأكيد دايما عبر شاشتنا مريم تيفي على الموعد من التنين للجمعة. إلى اللقاء ودايما بحلقة جديدة. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة